السلام عليكم هل طبيعي ان في الانترفيو قولي لي انت لسه مش متجاوز وانت عندك واحد وثلاثين سنة ايه افضل رد على السؤال ده عشان زهيئت ما كتر ما بتسائل ورد بيكون ظروف قسرية حقيقة مش مش طبيعي ان حد يسألك السؤال ده 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 مش حاجة احترافية ان هو يسألك اسئلة شخصية بالموضوع ده ايه افضل رد على السؤال ده الافضل رد انه اا يعني ده سؤال شخصي انا مش حابي رد عليه لو انت يعني الموضوع من ده بس حاول تقولها بطريقة لطيفة او انه اا امور شخصية يعني انا مش حابي اتكلم فيها بخصوص الموضوعات الشخصية حاول انك تقفل معي في الموضوع ده ولكن اقفل بلا باقة باش تقفل لأ يعني اقفل بلا باقة يعني ده انا حابي ان هو موضوع شخصي يعني لزروف شخصية اا هو هيلتفت على طول ان ده لو عنده دم يعني ان ده احرجك فالموضوع بيمشي على هذا الاساس ولكن لو اصر بقى او كده على مهم اعرف ان ده نمط اتش ا ار في مكان مش مش محترف اا لانه فيش مكان محترف الحقيقة سأل سادية غير لهو عاوز يكسر لهو بقى من نظام ايه راجل كبير بقى سادية لهو ايه بقى ده في احدى الاماكن والاتش ار كانت هيك جهة حكمالها قالت ليس انت انت بيتك من البت للغيط ايه يا بيتي ده ايه لا هي حسنة بنتها قلت ليه مش متجوزة والخاتم ليه في ايدي لا انت لابسة خاتم عليه وردة لا ده كده يوقف سوقك ان اه خلي ايدك من غير غق فخلي ملكو الحياة نفسها غريبة جدا جدا وفيها منعطفات كتيرة فكل التفاصيل دي يجب ان تؤخذ فيه الاعتبار وربنا وفقك واكتبوك كل خير بازن الله لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو لمتابعة كل جديد